مرحبا موليد برش السرطان معكم كارمين شماس اليوم بدي احكي عن الأسبوع الأخير تقريبا من شهر أكتوبر بدي احكي عن الأسبوع من 21 أكتوبر تنين للاحد 27 أكتوبر شو في عنا مهم بهيدا الأسبوع بهيدا الأسبوع في عنا حدث كتير مهم وهو انتقال الشمس من برش الميزين يلي هو برش عم بشكل مربع مع شمس كون عم بينتقل لبرش العقرب يوم الأربعة مساء بتمام الساعة 8 و 3 المساء بتوقيت بيروت بينتقل لبرش العقرب صديق للكون وبتتغير النغمة بهيدا الأسبوع وبتصير الأمور شوي أفضل للكون عما كانت عليه في الأسبوع الأربعة الماضي لكن مشكل هيدا الأسبوع خلونا نبدأ البداية مع يوم الاثنين هلأ يوم الاثنين 21 أكتوبر هو يوم مهم جدا لمواليد برش السرطان لازم تعرفوا أنه هو يوم مهم جدا لأنه في عنا الأمر ببرشكن وجاي هالتأثيرات الحلوة من يوم الأحد الأمر ببرشكن ضوء أخضر للكون معنويات مهمة جدا إذا فيه أي شيء بده يتم بده يصير ونطرين جوابه أو حسمه بالنسبة للكون مفروض يتم هيدا إذا ما تم الأحد مبارح مفروض يكون يعني يوم الأحد قبل بنهار مفروض يكون التنين الأمر ببرشكن أنتوا أقوياء أنتوا تحت الأضواء والأمور ستحسم والأمور سوف تتقدم بالنسبة للكون فبالنسبة لمواليد برش السرطان الأجواء ممتازة في مطلع الأسبوع كل نهار حتى ولو الأمر بينتقل لبرش الأسد ليلا ما بتفرق بعدكن أقوياء وبيمتد الجو جيد الثلاثة والأربعة الثلاثة والأربعة الأمر ببرش الأسد بيعطيكم معنويات لكن هناك بحث ببعض الأمور وهناك بعض المسائل يمكن تكون شخصية أو عقرية أو مالية عم بيشغل عليها لكن أنتوا قادرين تساوموا وقادرين تحكوا بالأمور على الأرجح هي مسائل مالية ويمكن هي مسألة ميزانية ومسألة حسابات هناك أجواء بتشجع مولود برش السرطان يومي الثلاثة والأربعة الأربعة مثل ما سابق وقلت ساعة ثمانية والثلاثة بنتقل الأمر بتنتقل الشمس لبرش العقرب وبتدخله بمرحلة حلوة وبالتالي الخميس والجمعة أمتوا وتحت تأثير الشمس من برش العقرب والأمر ببرش العذراء الخميس والجمعة بكرر الخميس والجمعة الأمر ببرش العذراء الشمس ببرش العقرب عنكن ظروف مؤاتية يمكن تكون من أريح الظروف اللي مشيت معكن تقريبا من أربع أسبوع الأخيرة ما رحقول أنه تغيرت الظروف رأسا على عقب لكن دخلتوا بمرحلة مريحة أكتر مطمئنة أكتر وهناك مجالات لحل حالة الأمور عدا عن أنه أنتوا بتملكوا القدرة على التفاهم على استيعاب الآخرين على حل حالة الأمور على الدفاع عن رأيكم وعلى المشي قدما نحو الهدف اللي أنتوا بتكونين الحزوز معكن من أجمل أيام من أول شهر لهلأ هن الخميس والجمعة فما تعدوا مكتفين إيديكم ما تعدوا ما عم تعملوا شي هن أجمل يومين بهيدا الأسبوع وهن يلي يمكن يعطوكم القدرة لحتى لحد هلأ تقدروا تغربوا الأمور تغيروا بالأمور وتعملوها على زوجكم هلأ بالأسبوع المقبل كمانا في يومين حلوين جدا جدا لألكن لكن بهذا الأسبوع هو هن الأفضل السبت والأحد الأمر موجود ببرش الميزان سبت والأحد يومين بعطلت الأسبوع الأمر ببرش الميزان ما معناتها الأمور صعبة لا لكن رجعنا لفترة الهدوء وإلى فترة الاستيراحة ضروري صار مولوب برش السرطان أنه يستكين ندفي يفكر يحط بلان قدامه ويشوف شو بده يعمل يومين السبت والأحد بيشتغل فيهم للأسبوع المقبل يلي رح بيكون فيه ظروف حلوة حلوة لأله إذن مثل ما شايفين الجو ممتاز هناك تقدم في الحزوز ونقول فترة الأفضل لألكن فينا نقول أنه كلكن محزوزين بشكل خاص مواليد حزيران يونيو مواليد 7 إلى 15 تموز يونيو ودأك ون بيباي